أنس جابر تتأهل للدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس سعيدت نجمة التنس التونسية أنس جابر المصنفة الثانية على العالم إلى الدور الثاني ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس يترنتصار مدير أمام السلوفينيا تامارا زيدان سيكا حيث تغلبت عليها 6-7-6-4-1-6 يوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور الأول للبطولة وتقدمت أنس جابر الخطوة الأولى على طريق تحقيق طموحها في البطولة الأسترالية حيث أكدت مرارا وتكرارا أن هدفها يتمثل في اعتلاء منصة التويج ببطولة غراند سلام الأربعاء الكبرى وكانت أنس جابر قد تأهلت إلى النهائي في كل من بطولتين وينبلدون وأمريكا المفتوحة في الموسم الماضي والآن تطمح في التويج بلقبها الأول في غراند سلام بعد إحراز العديد من الألقاب والأرقام غير مسبوقة عربية وإفريقية ويعد المركز الثاني في الصنيف العالمي الذي تحتله أنس جابر هو أفضل مركز لأي لعبة أو لعب عربي وإفريقي في تاريخ التنس وتقدمت أنس جابر على زيدان سيك 2-1 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما وتجذر الإشارة إلى أن بطولة أستراليا مفتوحة كانت قد شهدت قبل ثلاثة أعوام وصول أنس جابر إلى دور الثمانية للمرة الأولى في بطولات غراند سلام لكنها خسرت أمام سوفيا كين التي واصلت المشوار حين ذلك حتى توجدت باللقب وهكذا نتمنى التوفيق لممثلة العربية الوحيدة في غراند سلام أنس جابر